تشكل سلسلة جبال الريف المغربية نموذجا مميزا للجبال الألبية الالتوائية بقارات إفريقيا فهذه المرتفعات مغايرة من حيث التكوين مقارنة بجبال الأطلس هو شبهة بجبال الجنوب الإسباني والتي تشكل إلى جانبها قوس مرتفعات المجال البيتكوريفي لغرب حوض البحر الأبيض المتوسط تشكلت سلسلة جبال الريف إثر استضام الصفحة الإفريقية بالصفحة الأوراسية وذلك خلال حقبة الحياة الوسطى منذ أكثر من مئة مليون سنة سنغوص بكم اليوم في أعماق الجيولوجيا والجغرافية لنتعرف معا على قصة سلسلة جبال الريف منذ نشأتها وإلى الآن في حلقة ممتعة حاولنا أن نجمع لكم فيها العديد من المعلومات حول هذه السلسلة الجبلية من شمال المغرب تمتد سلسلة جبال الريف على مساحة تقارب 34 ألف كيلومتر مربع عبر 12 إقليما وعمال من مصب نهر ملوية إلى مديق جبل طارق عبر مسافة تقارب 350 كيلومتر يمكن تقسم هذه السلسلة جغرافيا إلى ثلاث مناطق وهي سلسلة جبال الريف الغربي الأوسط ثم شرقي سنحاول التعرف على الخصائص الطبيعية الجيولوجية والاجتماعية لكل جزء منها على حدة البداية من الجزء الغربي وهو الأكثر تميزا وتنوعا بسلسلة جبال الريف والمملكة المغربية ما يميز هذا الجزء هو أنه الأكثر استقبالا للتسقطات المطرية بالمغرب وهذه الميزة تنعكس على غطائه النباتي الغني والمتنوع فالجبال بهذا الجزء متنوعة من حيث التكوين الجيولوجي حيث نجد مرتفعات تعود لموتون الزمن الأول تمتد على ساحل البحر بين سبتة والجبهة وهي جيولوجيا ضمن مجال نسمى المجال الداخلي وضمن نفس هذا المجال الجيولوجي توجد مرتفعات الكتلة الكلسية وهي الأعلى بهذا الجزء حيث تمتد عبر إقليمي تطوان وشفشاون لتصل أعلى ارتفاع لها بجبل الأقرع 2159 مترا وجبل تيسوكا 2122 مترا ثم جبل غلتي 1926 مترا وكلها جبال تنتمي للمنتزه الوطني تالى سمطان وفي نفس الجزء الغربي من سلسلة جبال الريف نجد المرتفعات الحثية التي تنتمي للمجال الجيولوجي الوسيط المعروف بمجال الطيات الزاحفة هو الذي يعرف بغطائه النباتي الكتيف واحتوائه على تنوع طبيعي كبير كالذي يوجد بجبل بوهشم وجبل تيزيران وتمتد جيولوجيا مرتفعة الريف الغربي غرب انكسار الجبهة الشرفات وجغرافيا غرب وادي أورينغا لتشغل جل مساحة إقليمي تيطوان وشفشاون إضافة لأجزاء واسعة من أقالم العرائش طانجة الفحص أنجرة ووزان وبهذا الجزء توجد أكبر حواضر الشمال المغربي كمدينة تيطوان ومدينة طانجة ومن حيث الغطاء النباتي فالريف الغربي الوحيد في المملكة المغربية الذي يحتوي على غابات التنوب كما توجد به أزيد من تسعين فيمئة من مساحة غابات البلوط الزغبي وتمانين فيمئة من مساحة بلوط الزاني بالمغرب وبه أيضا مساحات شاسعة من غابات البلوط الفليني والأرز والصنوبر والعرعار والقيقب والعديد من النباتات التنوية ومعظم وديانه دائمة الجريان التتلقى عالية حوض مارتين جنوب إقليم تطوان أعلى معدل للتساقطات المطارية بالمغرب يتحدث سكان هذا الجزء بالدارجة العربية وهم عناصر بشرية تعرف قباليا باسم جبالة مزيج بين سكان أصليين ومهاجرين من الأندلس كنا قد قدمنا عنهم حلقة خاصة مميزة سنترك لكم رابطها في الوصف المتعلق بهذا الفيديو تنتمي جبال الريف الغربي لمحمية المحيط الحيوي للربط القاري المتوسطي كما تحتوي على منتزه مصنف وطني وهو المنتزه الوطني تالا سمطان ثم منتزه طبيعي ومنطقة ذات أهمية إيكوبيولوجية بكل من جبل بوهاشم وجبل موسى ننتقل الآن لجبال الريف الأوسط وهي الأكثر ارتفاعا من نظيرتها بالريف الغربي والأكثر تعارضا للإجتاة وتدهور التربة والغطاء النباتي شهدت هذه الجبال تراجعا كبيرا في غطائها النباتي خلال العقود الأخيرة بعد أن كانت غاباتها هي الأكبر بسلسلة جبال الريف يمتد هذا الجزء جيولوجيا من انكسار الجبهة إلى انكسار النيكور وهو مشكل في أغلبه من جبال شيستية تنتمي لوحدة كتاما التي يتراوح فيها الارتفاع بين 2000 و2400 متر إذ يصل في جبل تدغين ل2456 مترا وبجبل بوكزين ل2331 مترا أما جغرافيا فهذا المجال محصور بين وادي أورينغا ووادينكور ويمتد عبر إقليمي الحزيمة وتونات توجد بقلبه مدينة تارغيس وهي واحدة من بين أكثر المدن بسلسلة جبال الريف ارتفاعا عن سطح البحر جبال هذا الجزء شديدة الانحضار يسكنها عناصر بشرية تنتمي لمجموع قبائل صنهاج السرهير الناتقة بعضها باللغة الأمازيغية كما تستقر بعض قبائل بلاد جبالة في الجزء الجنوبي منها داخل تراب إقليم تونات كما ذكرنا فالغطاء النباتي بهذا الجزء تراجع بشكل كبير وتعرض للإجليتات رغم ذلك فجبال الريف الأوسط ما زالت تحتوي على ما يقارب 10 ألف هكتار من غابة الأرض ومساحات مهمة من البلوطيات والسانوبريات وبهذا الجزء أسسى منتزه وطني أطلق عليه اسم الحسيمة يشغل الكتلة الكيسية الأقل ارتفاعا بالريف الأوسط والمطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط جبال الريف الأوسط مزود كبير لسد الوحدة بالواردات المائية عبر وديان أسرة، أولي، ورس ورغة التتلقى هذه المنطقة قدرا مهما من التساقطات المطارية سنويا خصوصا بجبال كتامة، بني سدات، وجبل ودكة رغم تراجع هذه الميزة في السنوات الأخيرة وتأثر هذه الجبال بالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية أما الجزء الأخير، فهي جبال الريف الشرقي مغايرة عن الجزئين السابقين لا من حيث الخصائص الطبيعية أو المناخية فهذا الجزء شبه جاف وقليل الغطاء النباتي تأثر بصورة كبيرة بريح الجنوبية الشرقية القادمة من الصحراء عبر سهل ملوية يمتد هذا الجزء شرق وادي النيكور أو ما يعرف جيولوجيا بانكسار النيكور والذي يفصل مرتفعات وحدة كتامة عن باقي مرتفعات الميزوريف لتمسمان وبنيتوزين ويصل أقصى ارتفاع في هذا الجزء بمرتفعات إكزنين وأكنول عند الحدود مع الريف الأوسط ويعتبر جبل أزر أقشار القمة الوحيدة بهذا الجزء التي يتعد ارتفاعها ألفان متر لتصل إلى ألفان وتسعة أمتار عن سطح البحر أما باقي القمة فارتفاعها يتراوح بين ألف وخمسمائة وألف وتمانمائة متر حيث يسجل الارتفاع بأضرار أبرشان لألف وسبعمائة وأربعة وسبعون مترا وبجبل قشقش بنيتوزين ألف وستمائة وثلاثة عشر مترا ثم بجبل مزغولد لما يقارب ألف وتمانمائة وسبعة وتلاتون مترا وتمتد جبال الريف الشرقي على أقاليم الدريوش الناظور، تازا وقرسيف تسكنها عناصر بشرية تتكلم في أغلبها اللغة الأمازيغية وتستقر في حواضر متوسطة الحجم مثل الناظور، الدريوش، زايو، ميدار أكنول وأجدير جبال الريف الشرقي يغيب عنها الغطاء النباتي إلا في بعض السفوح بجبال إكزنين وبورد أو بعض الأودية بمرتفاعة بنيتوزين وتافرسيت ويعوض هذا الغياب زحف لنبات الحلفاء المميز للنطاقات البيوموناخية الجافة والشبه الجافة خصوصا بالأطراف الشرقية من الريف حيث تمتد قابلة طالصة وبني بو يحيا إذ لا يتعدى معدل تساقطات المطرية السنوي بهذا الجزء مئتان ميلي متر عموما، تتميز سلسلة جبال الريف بكونها الأحدث تكوينا بين باقي السلاسل الجباليات بالمغرب فهي جبال ناشطة تكتونيا وتوجد عند حدود الصفائح التكتونية في منطقة تعرف العديد من الانكسارات التي تسبب هزات أرضية دورية كان آخرها وأكثرها تدمير زلزال الحسيمة بالريف الأوسط سنة 2004 تعرفتم اليوم على سلسلة جبال الريف المغربية نتمنى أن تكون قد استفدتم من المعلومات المقدمة لكم في هذه الحلقة من أراد منكم التعرف أيضا على سلسلة جبال الأطلس سنترك لكم رابط الحلقة الخاصة بها في صندوق الوصف أما من أراد التعمق في دراسة سلسلة الجبال الريف دراسة جيولوجية وجغرافية سنترك لكم عنوين بعض المراجع في آخر هذا الفيديو لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كما لا تنسوا المساهمة معنا باقتراحاتكم وآرائكم في التعليقات ترجمة نانسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة